حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اتكلم من باره ان عهده بالجمهور المصري هو التشجيع بحماس وروح للمنتخب في مباراة بوركينا فاس واللي هتجمعهم النهاردة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم وكمان اكد ان بوركينا فاس هو منتخب قوي ومن المنافسين الاقوياء وكمان نتكلم محمود حسن تريزيجي نجم المنتخب الوطني ان هدفهم اسعاد الجمهور المصري بالتأهل لمنديال كأس العالم عشرين ستة وعشرين وانهم هيصعوا للفوز امام بوركينا فاس هو في المباراة اكد ريزيجي ان اللعيبة كلها جاهزة ومركزة وبتحفظ تعليمات كابتن حسام حسن وطريقة لعبه وقال كلنا جاهزين للمباراة منتخب سيرليون حقق الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة اتنين واحد في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى ورفع منتخب سيرليون رصيده لأربع نقط في المركز الرابع بالمجموعة الاولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عشرين ستة وعشرين بينما منتخب جيبوتي فضل بدون رصيد من النقاط منتخب ماصر للشباب بقيادة واقل رياض فاز على الاسماعيلي بنتيجة واحد صف في المباراة الودية اللي جمعت بينهم على الساد الاسماعيلية في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب والنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة وده في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة عقد مارسل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو واجتماع لللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي كمان قاد مخطط الأحمال ميرانا بدنيا متنوعا لللاعبين مع بداية فقرات الميران بابلو جافي نجم وسط برشلونا الإسباني بدأ المرحلة النهائية لعملية التأهيل من إصابة الروباط الصليبي اللي اتعرض لها خلال مشاركته مع الماتادور ضد جورجيا بتصفيات يورو 20-24 والنجم الإنجليزي جود بالينجهام لاعب ريال مادريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم بصفوف الفريق الملكي بتصويت الجماهير وده بعد تقلقه مع الميرانجي هذا الموسم ومساهمته في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا نادي نابولي الإيطالي أعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع أنطانيو كونتي مديرا فنيا للفريق رسميا لمدة 3 سنين لغاية 20-27 وده من أجل إعادة الفريق بعد التراجع وخسارة لقب الدوري الإيطالي الموسم المنتهي شباب منتخب إيطاليا توج ببطولة يورو تحت 17 عام على شباب منتخب البرتغال وده للمرة الأولى في التاريخ في البطولة اللي بتقام بقبرص وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو تحت 17 عام بعد الفوز على منتخب البرتغال في النهائي بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي أقيم في قبرص كده خلصت نشرتنا الرياضية وهنعود مرة تانية لمنا وشازلي لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر